بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم ويطيب لي أولا أن أتقدم بخالص شكري وصادق تقديري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أميرا وحكومة وأمراء وشعبا على دورها الرائد في رعاية الجهود العلمية الإسلامية في الداخل والخارج وأخص بالشكر وصادق الاحترام رعي هذا المؤتمر سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسيمي حفظه الله عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة على جميل وكريم رعايته الدينية والاجتماعية لأهله وذويه من أهل الشارقة عامة ولأولاده من طلاب العلم خاصة فجزاه الله تعالى خير الجزاء والشكر موصول إلى إدارة المنتدى الإسلامي بحكومة الشارقة المؤقرة ممثلة في الأخ الفاضل الأستاذ ماجد عبدالله بوشليبي والأخ الأستاذ أبو بكر السعداوي رئيس قسم البحوث والدراسات وأسأل الله تعالى لهما ولكل إخوانهما بالمنتدى دوام التوفيق والسداد ثم أثني بتحية الإخوة الحضور وإن كان ثم أخوات حاضرات فلا يفوتنا تحيتهن أيضا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة وأهلاً بكم وسهلاً في لقائي معكم حول المصطلحات الفقهية لمذهب المالكي والله تعالى أدعو أن ينفعنا جميعاً بهذا اللقاء وأن يجعله بفضله خالصاً لوجهه الكريم وأن يحقق لنا الخيرية التي وعدنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله الكريم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ولما كان العلم صيداً والكتابة قيداً أحببت أن أسجل هذه المحاضرة لتكون تذكرةً لإخوان الدارسين والدارسات حتى إذا فاتهم بعض المصطلحات وجدوها مدونةً لديهم وسوف نتناول المصطلحات الفقهية لمذهب المالكية في ثلاثة مطالب المطلب الأول في المصطلحات العامة والتي تتعلق بالأحكام الفقهية والفتواء المطلب الثاني في بعض مصطلحات المالكية في الأبواب الفقهية والمطلب الثالث في مصطلحات خاصة بالأعلام والمؤلفات وذلك بعد تمهيد لمعنى المصطلحات ومصطلحات المالكية خاصة أصدر به المطلب الأول وتكتمل الفائدة لو أمكن الحصول على مؤلفي بعنوان ذليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك نشرته مكتبة ابن سينة بالقاهرة لو أمكن الحصول عليه لأنه يتضمن يعني بحسب عنوانه مصطلحات في مطالب ثلاثة مصطلحات عامة تهم كل فقه أو كل من يشتغل بالفقه مصطلحات خاصة بالمذهب المالكي مصطلحات مالكية في الأبواب الفقهية مصطلحات مرتفعه مصطلحات متفقة رسما ومبنا ومختلفة فحوا ومعنى ويعيب بالمشتغل بالفقه ألا يلم بها والأسماء قصط بها أسماء المؤلفات والمؤلفين لأن بعض المؤلفين يختلط بعضهم ببعض لدى بعض الدارسين من مثل ابن رشد الجد أو الحفيد الزرقاني الأب أو الابن من مثل النطق بكلمة الشيخ الخرشي محمد عبد الله الخرشي أول من تولى مشيخة الأزهر في مصر فكثير من مشيخنا كانوا ينطقون الكلمة الخرشي ويقولون من باب الطرفة الخرشي في كرشي الخرشي في كرشي فلما حققت الإسم ودققت فيه ورجعت إلى المراجع وجدت أنه الخرشي وليس الخرشي ولا الخرشي ولا الخرشي كما هو مكتوب على بعض الكتب التي طبعتها بعض الدول وبالتالي لا يفرق بعضهم أيضا بين الشرح الصغير والشرح الكبير وكلاهما للإمام الدردير وما إلى ذلك فتتمل هذه الفائدة لو أمكن الحصول على مثلي أو على هذا الكتاب بوجه خاص إذا ما بدأنا بالمطلب الأول ونمهد له بمعنى المصطلحات عامة في اللغة اصطلح القوم زال ما بينهم من خلاف واصطلح القوم على أمر تعارفوا عليه واتفقوا ويقال تصالحوا أي اصطلحوا والاصطلاح مصدر اصطلحة واتفاق طائفة على شيء مخصوص ولكل علم اصطلحاته أقول فالمصطلحات الفاظ وعبارات يستخدمها أهل فن أو علم معين يعبرون بها عما يريدون ويزيلون بها ما قد يقع بينهم من خلاف فهي كلمات أو عبارات أو رموز اصطلحوا عليها واتفقوا على استخدامها بالنسبة لمصطلحات المالكية خاصة أقول فيها في سبب تأليفي لدليل السالك أني من خلال دراستي لمذهب المالكية وتدريسي له أيضا كان البعض من إخواننا من المذاهب الأخرى يقولون عندكم يا مالكية عبارات صعبة وغير مفهومة فنريد تعريفا لها كنت أبحث وآتي بالتعريف لهذا المصطلح وأحتفظ لنفسي بما عثرت عليه حتى تكون من ذلك وغيره كتاب دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك ونبدأ بأهم المصطلحات المالكية وهي مشتركة بينهم بين المالكية وبين بقية المذاهب في الاسم اشتراك لكن أحيانا يحصل نوع من التميز أو من السمة والخصيصة لماذا بالمالكي وعفوا يعني لا يفوتني في هذا المجلس وفي هذه الجلسة الطيبة أن أحيي وأبارك حضور شيخي وأستاذي أستاذي المالكية الأوحد في جمهورية مصر العربية الآن الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان أمد الله تعالى في عمره ونافع به طلابه وطالباته من أهل العلم أيضا الفرض والواجب كما هو معلوم لفظان مترادفاني عند جمهور الفقهاء عدى الحنفية فالفرض عند الحنفية هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني هذا هو المشهور وخوفا من تفلت الوقت من بين أيدينا لن أتقص المعنى في اللغة والاصطلاح إن تيسر لإخواننا في المنتدى بارك الله في جهودهم طبع هذه المحاضرة كغيرها من المحاضرات السابقة واللاحقة إن شاء الله تكون بين أديكم فيجزيهم الله تعالى ويجزيكم خير الجزاء لكن يستثنى من هذا التعريف في الفرض والواجب باب الحج فالفرض فيه هو الوكن وهو ما لا ينجبر تركه بدم الأركان الحج الأربعة عند الجمهور عدى الحنفية هي الفرائد التي لا ينجبر تركها بدم أما الواجب أو الواجبات فهو ما ينجبر تركه بدم وقد يطلق على هذه الواجبات السنن الواجبة أو المؤكدة ومن أسماء الفرض والواجب الأخرى الحتم واللازم والمكتوب وما لا بد منها فهذا يعني لم نحاول أن نحن نأخذ بعض الجزئيات أنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه لعل هذا من نافلة القول وهو معلوم لديكم جميعا إن شاء الله نأخذ مصطلحات أخرى من ثلاثة إلى سبعة يعني هي خمس مصطلحات السنة والندب والفضيلة والرغيبة والنافلة السنة في اللغة هي الطريقة المحمودة المستقيمة وفي الأصل طريق سنه الأولون فصار مسلكا لمن بعدهم واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه وقيل ما فعله وداوم عليه سواء أظهره في جماعة أم لا والندب لغة ما يدعى إليه ويحث عليه فيجاب ويسارع إليه واصطلاحا يستعمل الندب بمعنى المستحب عند الفقهاء أما عند الأصليين فيشمل السنة والمستحب والنافلة وأعلاها السنة والفضيلة هي الدرجة الرفيعة من الفضل وهي ضد النقيصة والرغيبة ما يرغب من الثواب العظيم ما يرغب فيه من الثواب العظيم أي الأمر المرغوب فيه لذلك يطلق المالكية كلمة رغيبة على ركعتين الفجر لهم السنة أما النافلة فهوى أو فهي ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه أي يفعله تطوعا وقد يسمى المستحب فضائل أو رغائب وقال الشيخ الأمير في حاشيته ضوء الشموع على مجموع الأمير في باب الوقت المختار غير المالكية يعبر عن المندوب بالسنة يعبر عن المندوب بالسنة مريدا بها الطريقة والعراقيون من المالكية كذلك يعبرون أي يعبرون بلفظ المندوب عن المسنون وبناء على ما تقدم يمكن وضع التعريفات الآتية للسنة ما طلبه الشارع وأكد أمره وعظم قدره وكثر أجره ولم يدل دليل على وجوبه المندوب ما ندب إليه الشارع واستحب فعله ولم يدل أيضا دليل على وجوبه وهو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه فالسنة بذلك ترادف المندوب والمستحب لكن السنة أعلى الجميع الفضيلة ما طلبه الشارع وخفف أمره ولم يؤكده أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير جماعة ولم يواضب عليه الرغيبة ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النوافل ورغب فيه كركعتي الفجر النافلة ما قرر الشارع أن في فعله ثوابا من غير أمر به أو ترغيب فيه أو مداومة على فعله المصطلحان آخران هما الحرام والمكروه والحرام ضد الواجب وهو ما توعد الله على فعله بالعقاب فهو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه ومن مترادفات الحرام المحظور والمنهي عنه والإثم والمعصية والمكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب وإن شئت قلت قد يكون فيه عتاب لأنه غالبا يكون فيه ترك سنة فهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بحيث يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله وسماه ابن رشد في المقدمات سماه المتشابه وهو المرتبة بين الحلال وبين الحرام الحلال بين والحرام بين كالحديث الشريف وبينهما أمور متشابهات هذا المتشابه هو المكروه كما سماه ابن رشد المصطلح البعض ذلك الجواز والمباح الجواز لغة ما جاز لك صنعه وفعله أو ما ساغه ويأتي بمعنى التساهل والتسامح وعدم المؤاخذة واستلاحا ها هنا الفرق استخدم المالكي الجواز في عدة معاني منها المستوي الطرفين جائز مستوي الطرفين كقوله باب الصيام تجوز المضمضة للعطش واستخدموه أيضا بمعنى خلاف الأولى يعني الأولى تركه كقولهم في ذات الباب أي الصيام ويجوز له الإصباح بالجنابة والإصباح هنا أي طلوع الفجر عليه فالأولى أن يغتسل يتطهر التطهر الأكبر قبل النوم لكن جاز له الإصباح بالجنابة كما حصل منه صلى الله عليه وسلم عندما تقدم لصلاة الصبح مرة فتذكر أنه جنب فقال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم مكانكم ثم دخل واغتسل وعاد وشعره يقطر ماء لكنه خلاف الأولى لأن الإنسان لا يدري كما في كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ما قابل المحرم كقولهم ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره المأذون فيه كقول الشيخ الدردير وجاز الصلح نعم والصلح خير لكنه عبر بهذا اللفظ جازا نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلال يأتي بمعنى لا بأس كقول الإمام رحمه الله في باب القلع لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها أقولي مسألة خلافية بين الفقهة أما المباح فهو خلاف المحظور ويأتي بمعنى الحلال فكل شيء أباحه الله فهو حلال واصطلاحا ما لم يكن في فعله الثواب ولا في تركه عقاب يعني لا يتعلق به متح ولا ذم نحو القيام والقعود والنوم والأكل والشرب والحركة والسكون فإن نوى بالمباح الإعانة على الطاعة ونحوه مثل إعفاف الزوجة وحديث وفي بضع أحدكم صدقة يبأ إن نوى بذلك الفعل المباح طاعة لله تعالى إن قلب المباح مندوبا ومستحب اللفظان التاليين الباطل والفاسد الباطل لغة نقيد الحق هو الجمع أباطيل على غير قياس والفاسد لغة نقيد الصالح ومنه المفسدة خلاف المصلحة والصلاحا إسمان لمسمى واحد الباطل والفاسد كلاهما يقابل معنى الصحة وذلك عند جمهور الفقهاء عدى الحنفية أيضا فالحنفية عندهم الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه وعلى ذلك أمثلة كثيرة وللبطلان أو الفساد عند الجمهور معنيان أحدهما ترتب آثار العمل عليه في الدنيا والآخر عدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة فلو قلنا مثلا الصلاة في الدنيا صلاة باطلة أو فاسدة معنى غير مجزئة ولا مبرئة للذمة ولا مسقطة للقضاء طب ولو نظرنا إليها في جانب الآخرة في المعنى الآخر قد تكون شكلا صحيحة مقبولة مستوفية الأركان والشروط لكنها لا ثوب عليها في الآخرة لماذا؟ لأن صاحبها راء بها راء بهذه الصلاة يبقى هي شكلا صحيحة لكن لا ثوب عليها في الآخرة وكذلك يقال في المعاملات نكاح باطل في المعنى الأول يعني لا يترتب عليه استباحة الوطأ والاستمتاع بين الزوجين فهذا نقول عنه نكاح باطل أو نكاح فاسد لا يترتب عليه هذا الأمر في الدنيا وفي الآخرة إذا تزوج بغية تحقيق الشهوة فقط ولم ينظر لمقاصد الزواج الحميدة والمشروعة يبقى لا ثوب عليه في هذا الزواج في الآخرة مجموعة مصطلحات أخرى الراجح والمرجوح والمشهور مشهور مبني على ضعيف المؤتمد المذهب الراجح في اللغة الميل مأخوذ من راجح الميزان يرجح رجوحا ورجحانا يعني ما لا والأصل في الرأي الراجح هو ما قوي دليله وفي المذهب يطلق الراجح عندما يقابل بواحد من أهل المذهب يبقى يقابله الرأي أو القول المرجوح أما المرجوح فهو عكس الراجح وهو ما ضعف دليله والمشهور كلمة المشهور في المذهب فيها أقوال ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح ما كثر قائلوه وهو المعتمد ويقابله الشاذ رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في المدونة يطلق عليها المشهور هذا والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الواجح من المشهور فلا يجوز الإفتاء لا بالمرجوح ولا بالقول الضعيف أو الشاذ ولفقهاء المالكية أقوال كثيرة في هذا الأمر في مصطلح مشهور مبني على ضعيف في مذهب المالكية أحيانا تجد مشهور مبني على ضعيف قد تأتي العبارة السابقة لتفيد أن المشهور في ذلك مبني على رأي أو قول ضعيف فكأنه مرجوح طيب ولا يجوز الإفتاء بالمرجوح لكن لما كثر قائلوه سمي مشهورا لكنه مشهور ومبني على قول ضعيف المعتمد هو القوي سواء كانت قوته لرجحانه أم لشهرته بمعانيها الثلاثة المتقدم المذهب في الأصل هو مكان الذهاب ثم صار حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة ويطلق المذهب عند المتأخرين من المالكية على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم يعني أطلق المذهب على الفتوى وهي الجزء الأهم ولذلك قلت في صدر المطلب كما تشاهدون المصطلحات العامة المتعلقة بالأحكام الفقهية والفتوى وكما يطلق عندما يقابل بالمخالف من المذاهب الأخرى ولعلنا نتذكر ما قاله شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان في محاضرة يوم السبت لما ذكر تعريفا للشيخ علي العدو الصعيدي بأنه ما قاله الإمام وأصحابه على طريقته يطلق عليه لفظ المذهب الأقوال يقصد بها أقوال أصحاب الإمام مالك ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد الروايات يعني أقوال الإمام مالك التي رويت عنه رضي الله تعالى الاتفاق يعني اتفاق أهل المذهب على مسألة ما ده يعني مصطلحات عامة أدي الأقوال ودروايات والاتفاق الإمام خليل في مختصره المسمى باسمه أتى لنا ببعض المصطلحات أيضا من باب التعريج عليها يأتي بكلمة خلاف يأتي بها بعد ذكر الأقوال المشهورة في المذهب يأتي بهذه الكلمة كقوله في باب إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة سنة أو واجبة يعني ذا بعد كلام بين الكلمتين هل إزالة النجاسة سنة أو واجبة خلاف يبقى قولان مشهوران في المذهب حول إزالة النجاسة هو طبعا القول المعتمد أو الذي عليه كثرة التفرعات هو القول بالوجوب كلمة تردد يريد بها تردد المتأخرين في النقل أو عدم نص المتقدمين وسيأتي المراد بالمتقدمين والمتأخرين عندما نتعرض في المطلب الثالث للأعلام كلمة ولو يستخدمها غالبا في رد خلاف مذهبي وتعني أيضا المبالغة في الحكم يبقى لها معنيان ولو مبالغة في الحكم والرد على المخالف ومثلها كلمة وإن وطبعا بحسب سياق أي من الكلمتين يعرف المعنى عنده كلمات صححة أو الأصح واستحسنة يشير بها إلى اختيار غير الشيوخ الأربعة الذين يأتي ذكرهم في المواد الأربعة الاختيار والترجيح والظهور والقول وده برضو يأتي في المطلب الأخير نأتي إلى هذه الثلاث مصطلحات عند الإمام خليل أو الأربعة نأتي إلى المطلب الثاني الثاني بعض المصطلحات المالكية في بعض الأبواب الفقهية وأنا بقدم لهذه المصطلحات بإسم الباب والمصطلح ونكتفي على سبيل التمثيل ببعضها لأنه برضو في دليل السلك مصطلحات كثيرة وأرجو أن لا يفهم ذلك أنه دعاية للكتاب هذا الكتاب من سنة 86 بحمد الله تعالى لكن أقصد أنه إذا أمكننا هذا يبقى خير وبرك في باب الطهارة الكيمخت الكيمخت هو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت أي الجلد المدبوغ وقد حكت المدونة توقف الإمام مالك عن حكمه من حيث الطهارة والنجاسة ووجه التوقف أن القياس يختضي نجاسته لأنه جلد ميتة لا سيما من جلد حمار ميت ولعلنا نلاحظ كلمة ميت وميت ميت من مات وفارق الحياة أو من كان ميتاً فأحييناه حرمت عليكم الميت أم ميت فهو من يصير إلى الموت وهو حي إنك ميت وإنهم ميتون فنحن جميعاً ميتون والذي ذهب إلى المقابر وقال يا أحياء الأموات انظروا إلى أموات الأحياء والذيب بالإشارات يفهم نسأل الله أن يحيي قلوبنا وعقولنا بذكره وشكره لكن عمل السلفي من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها من الكيمخت يقتضي طهارته فالمعتمد طهارة الكيمخت للعمل لعمل الصحابة على ذلك في باب آخر في ستر العورة كلمة كثيف أو صفيقة هو الذي لا يصف ولا يشف والأولى اللي هي كثيف عبر بها الإمام خليل في مختصره والثانية عبر بها الأمير في مجموعه وقال الدردير المراد به ما لا يشف في بادئ الأمر بأن لا يشف أصلاً أو يشف بعد إمعان النظر وخرج به ما يشف من بادئ النظر من أول نظرة فإن وجوده كالعدم في صلاة الجماعة نأخذ مصطلحين الأغلف ومصطلح متجالة الأغلف هو من لم يختتن مأخوذ من الغلاف بمعنى الصوان يقال أغلف القارورة أدخلها في غلاف أو جعل لها غلافاً وقلب أغلف كأنه غشي بغلاف في القرآن الكريم وقال قلوبنا غلف والغلام الأغلف الذي لم تقطع غرلته لم يختتن طيب وإيه مناسبة الكلمة هنا الراجح في المذهب أدي في الفتوى كراهة إمامة الأغلف مطلقاً يعني لو أن إماماً لم يختتن يبقى تكره إمامته مطلقاً أي سواء كان إماماً راتباً أو غير راتب متجالة لا إرابة للرجال فيها لا حاجة كما فصرها الدردير وقال الشيخ الصاوي في بلغة السالك لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة يعني لسه ما سلمتش النمر كاملة وهي تخرج للمسجد للفرائض وطلب العلم ومجالسه ويقضى على زوجها بذلك أن يحكم عليه بذلك إذا طلبته هي يعني طلبت الخروج ومنعها إذا يحكم القاضي على الزوج أنه اسمح لها بالخروج لأنها متجالة ليست شابة صغيرة ولا غير ذلك في الزكاة ناخد أربع مصطلحات الزيوت الأربع يخصد بها الزيتون والسمسم والقرطم أو القرطم يعني بضم القاف والطاء أو بكسرهما اللي هو حب العصفر وحب الفجل الأحمر والأحمر صفة للفجل لا للحد وده موجود في بلاد المغرب يعرفه أهل الغرب أو المغرب لكن في مصر عندنا الفجل الأبيض ملوش زيت ده إذا أوكي لا يعني المصطلح الثاني القطاني السبعة جمع قطنية أو قطنية بضم القاف أو كسرها وتخفيف الياء أو تشجيدها هي الحبوب التي تدخر وسميت بذلك لأنها تقطن في البيوت يقال قطن إذا أقام وهي البسيلة بالياء وقول العوام البسيلة بدون الياء لحن الترمص على وزن بندق الجلبان أو الجلبان في الوارد الاثنين والحمص الحمص بكسر الحائي والميم المشددة المفتوحة أو المكسورة حمص أو حمص والعدس بالفتحتين كما ورد في القرآن الكريم الفول مشهور اللوبيا بالقصر والمد هذه الأصناف يضم بعضها إلى بعض في الزكاة لأنها كجنس واحد بخلاف المبادلة في البيع فهي فيه أجناس يعني التفاضل في نوع أو في جنس منها مع جنس آخر يعتبر ربا المدير والمحتكر المدير هو الذي يبيع بالسعر الحاضر ويخلف ما عنده بغيره كأرباب الحوانيت وأرباب الصناعي كالحاكة خياطين عند قماش يفصل منه ويبيع منه ويخلف غيره والتجار المتنقلين أو المقيمين أما المحتكر فهو الذي ينطل ارتفاع الأثمان فشأنه أن يرصد الأسواق بغية تحقيق الربح بارتفاع السعر لكن طبعا لو فيه يعني كحكم فقهي لو فيه تضييق على الناس بحبس هذه السلعة حتى يرتفع ثمنها فهذا حرام بدليل الحريث المحتكر وخاطئ وعندنا كلمة يعني لعلها سقطت من الكلمات بين الكلمات الأربع النض ما ظهر وحصل النض النون والضاد يطلق على الدراهم والدنانير وعلى ما سال من مال يقال نض الماء من العين أي نبع وسال ويقال نض المتاع والعرض إذا تحول عينا كلمة صغيرة بالنسبة للعرض في الشرح الصغير سيدي أبي البركات أحمد دردير يعني مشكلة بسكون الراء العرض لكن لما نبحث أيضا نجد هذه الكلمة العين والراء والضاد عندما تختلف عليها حركات التشكيل يختلف المعنى فلو قلنا العرض العرض ضد الطول العرض ضد الطول والعرض موضع المتح والذن بالنسبة الإنسان أو المرأة خاصة العرض الوسط أو تجاه قذفت بالحجر عرض الحائط أو عرض البحر العرض الأولى فيه مع أنه في اللغة أيضا يأتي فيه السكون لكن الأولى كما في القرآن الكريم عرض الحياة الدنيا لو كان عرضا قاصدا فالأولى في العرض أن يقال بفتح الراء وهو ما سوى الدنانير والدراهم مع هذا الدنانير والدراهم يقال له عرض أما الدنانير والدراهم فيطلق عليها العين أو النقدين عندنا كلمة التمعيش الأخيرة إيه التمعيش ذكره هذا المصطلح الشيخ الصاوي في خاتمة نهاية باب الزكاة فقال لا يجوز اصطياد القرد أو الدب لأجل التفرج عليه والتمعيش به ومعلوم أن فيه ناس زمان كانوا عندنا في ريف مصر يأتوا بالقرد ويقولوا له اعجن عقين الفلاحة واطبخ كذا وعمل كذا مثل هذه الأمور هو يقول لا يجوز هذا مخلوق من مخلوقات الله وإلا ممكن برضو حد يقول لنا طب ما هي حديقة الحيوان موجودة والناس بتروح تتفرج لكن هذا ممكن لنواحي علمية أو تعليمية لأولاد أو صغار ليعرف أن هذا أسد وهذا دب وهذا قرد وما إلى ذلك والتمعيش به عبارة الشيخ الصاوي لا يجوز استياد القرد أو الدب لأجل التفرج عليه والتمعيش به لإمكان التمعيش بغيره فلما نظرت في اللغة وجدت التعيش تكلف أسباب المعيشة والمتعيش ظلب من العيش فالمراد إذن بهذا المصطلح اتخاذ القرد ونحوه أي من الدواب والحيوانات لجعله وسيلة لاكتساب العيش نأتي في الأيمان ناخد بصاط اليمين هو السبب الحامل على اليمين إذ هو مضنتها فليس فيه انتفاء النية بل هو متضمن للنية وهو نية حكمية كما في مجموع الأمير وهو من باب القرائن وناخد طرف على هذا مثل من حلف بطلاق زوجته لا يأكل بيضا حلب بالطلاق أنه لا يأكل بيض ثم وجد في حجر زوجته شيئا مستورا لم يره فقالت له لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلب بالطلاق أنه يأكل منه هي رقرة فقيها هي عوزة تطلق منه فمخبي البيض ويقوله الحب بالطلاق أنك تأكل منه فحلف بالطلاق هل يقع طلاقه الأول أو هل يلزمه أن يأكل منه أدي بساط اليمين يبقى الحكم فإنه لا شيء عليه إذا ما كان في حجرها بيضا إذا اكتشف النبيض ولا يأكل منه لماذا أدي بساط اليمين لأن بساط يمينه أنه يأكل ما لم يمنعه من الأكل مانع والمانع أنه ليس عاوز يطلق مراته يبقى لا يأكل من البيض ولا شيء عليه في باب النكاح ثلاث مصطلحات اثنان متلازمان خلوة الاهتداء وخلوة الزيارة ونكاح السر خلوة الاهتداء مأخوذة من الهدوء والسكون لأن كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه وهي المعروفة عندهم بإرخاء السطور سواء أكان هناك إرخاء سطور أم غلق باب أم غيره أما الثانية اللي هي خلوة الزيارة هي الحاصلة من زيارة أحدهما للآخر وفي الشرح الكبير للدردير على مختص خليل وصدق الزائر منهما في شأن الوطئ إثباتا أو نفيا فإن زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره قال لم أطع لأن العرف نشاطه في بيته وإن زارها في بيتها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطن لأن العرف عدم نشاطه في بيتها والعرف كما علمت من أستاذنا وشيخنا من خصائص وسمات العرف والعادة المذهب المالك فإن كان زائرين أي لغيرهما واجتمع عنده صدق الزوج في نفي الوطن نكاح السد هو ما أوصى فيه الزوج للفاعل الشهود بكتم نكاحه عن زوجته الأولى مثلا أو عن جماعة ولو أهل منزله أما إن أوصى الزوج الولية فقط أو الزوجة فقط فليس بنكاح سر عند المالكية المضر فيه أن يوصي الزوج الشهود بالكتم كذلك لو أوصى الولي أو الزوجة الشهود بالكتم لا يضر المهم أن الزوج لم يوصي أو اتفق الزوجان والولية على الكتم دون إصاء الشهود فلا ضرر في أنواع من البيوع نأخذ الاستئمان أو الاسترسال نص عليهم المالكية خاصة وهو بيع يتوقف صرف قدر ثمنه على علم أحدهما وهو أن يقول المشتري للبائع مثلا بيع لي بسعر السوق أو بما تبيع للناس ففيه نوع من الأمان استئمان طلب الأمان ويحرم في هذا البيع كغيره الغش والتدليس بالعيوب يعني أن يكون البائع أمينا فيما يبيع للمشتري وعندنا الحطيطة هو بيع عند المالكية يسمى الوضيعة الحطيطة على وزن الوضيعة وهو عكس المرابحة المرابحة يزيد يعني يربحه جزءا معلوما نسبة ما على السعر الذي اشترى به الوضيعة يضع من هذا السعر وهو عند الحنفية وضيعة وعند الشافعية محاطة وعند الحنابلة موضعة فهي ثلاث ألفاظ عند الفقهاء الثلاثة يقابلها عند المالكية الحطيطة في العيوب وهلاك السلعة عندنا كلمة انفشاش الحمل انفشاش قال المالكية إن انفش الحمل فلا شيء له وهو انفعال من الفش بأن بان بأنه لا حملة فكأنه كان ريحا في بطن البهيمة يعني لو اشتراها على أنها حامل وبان أنها ليست حامل لا شيء لا شيء له يعني في المقابل أما طبعا في الأسواق والعرف والعادة في أسواق عزكم الله البهائم في جساس بيجس ويقول دي حامل أو عشر أربعة أو خمسة ويشتريها المشتري على هذا وحيانا يبقي المشتري يعني جزء من المال ليتأكد من أن البهيمة يعني بها الخصائص أو المسائل المميزة في باب الرهن ما يغاب عليه مصطلح لا يستخدم عند غير المالكية فيما أعلم ومأخوز من الغيب فكل ما غاب عنك يبقى غيب والمقصود به عند المالكية ما يمكن إخفاؤه وتغييبه مثل الثياب والحلي يبقى هذا يغاب عليها أما ما لها يغاب عليه يعني لا يمكن إخفاؤه فكالعقار والحيوان وأنا أخذت من مشيخي يعني رضي الله تعالى عن الأحياء ورحم الله تعالى الأحياء والأموات بعض الطرفة في مجلس العلم تعرفون جحة رح واحد مرة يأخذ منه الحمار يعطيني حمارك يا جحة أخذ عليه مصلحة قال الحمار مش موجود ليس في البيت شاء الله أن ينهق الحمار ينهق فقال له يا جحة تقول لي الحمار مش موجود الحمار بنهق قوة فقال له هتسدأني ولا تسدأي الحمار سدأي الحمار في الفرائض والمواريث عندنا مسألتان العالية أو المالكية وأخت المالكية أو الشبه المالكي المسألة الأولى صورتها اللي هي العالية أو المالكية أن تترك المتوفات جدا وأما وزوجا وإخوة لأم وأخ لأب مذهب المالكية في توزيع المسألة جد وأم وزوج وإخوة لأم وأخ لأب المالكية يقولون للأم السدس فرضا وللزوج النصف طبعا الأم السدس لوجود جمع من الإخوة وللزوج النصف لعدم وجود فرع وارث وللجد ما بقي وهو الثلث ولا شيء للإخوة لأم لماذا لأن الجد يحجبهم ولا للأخ للأب طب ليه مالكية مع تطوش الأخ الأب لأن الجد يقول له لو كنت مكاني لم ترث شيئا ليه لأن ذوي الفروض أصحاب الفروض أخذوا المال بوراثة الإخوة للأم الجد ليس موجود الإخوة الأم لا يحجبهم أحدا يأخذون الثلث وبالتالي لما حجبتهم أنا كجد كنت أحق بالمال منك يا سيد والأب والأب والفرع الوارث لكن الإخوة الأشقاء أو الأب ورد فيهم خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وبين الفقهاء والراجح أنهم يأخذون مع الجد إما بالمقاسمة أو لا يقل نصبه عن السدس أو ما إلى ذلك مما هو يعني معروف في بابه في باب الفرائض أو المواريث لهذا يقول المالكية إن مذهب الإمام مالك موافق لمذهب زيد بن ثابت في الفرائض كلها إلا في المالكية هذه وحدة وأخت المالكية إيه أخت المالكية أو شبه المالكية صورتها أن يكون في المسألة السابقة مكان الأخ لأب أخ شقيق أو إخوة وأخوات أشقاء مذهب زيد بن ثابت والإمام النافعي أن الجد أيضا يأخذ السدس طبعا الإخوة الأم المحجبون والإخوة الأشقاء أو الإخوة أو الأخوات الأشقاء باعتبارهم عصبة يأخذون الباقي أما مذهب المالكية فيأخذ الجد الباقي كله بعد ذوي السهام دون الأخ شقيق طب وليه بأسمية هنا أخت المالكية لأن الإمام مالك رحمه الله لم يكن له فيها رأي يعني كأنها لم تعرض عليه وإنما ألحقها أصحابه بالمسألة المالكية فقالوا أخت المالكية أو شبه المالكي نكتفي بهذا القدر من المصطلحات في المطلب الثاني نعم عند الإمام زيد بن ثابت نعم سيدنا زيد يأخذ السدس والإخوة الأخوات الأشقاء يأخذون السدس للآخر المطلب الثالث والأخير وأنا هتأسى بشيخي في إنهاء المحاضرة فضيلة أستاذنا السابق في المحاضرة الأولى يعني أخذ أو سحب البساط والوقت من تحت قدمه لكن عندنا إن شاء الله فرصة لننهي يعني هذه المحاضرة على خير ونسأل الله التوفيق للجميع لما نقول مصطلحات خاصة بالأعلام والمؤلفات فنبدأ أولا بالمصطلحات الخاصة بالأعلام وأئمة المذهب الفقهاء السبعة هم سعيد بن المسيب عروة بن الزبيغ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق خارجة بن زيد بن ثابت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سليمان بن يسار أدي ستة واختلف في السابع فقيل أبو مسلم بن عبد الرحمن ابن عوف وقيل سالم بن عبد الله وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن هؤلاء يطلق عليهم الفقهاء السبعة المدنيون أي أئمة المذهب من أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسلمات ابن كنانة ابن الماجي شون مطرف أو مطرف يعني كل اللفظين صحيح كمصحف ومصحف مصحف ومصحف يبقى مطرف ومطرف ابن نافع ابن مسلمة ونضرائهم فلعل أنا يمكن سبق لسان لما قلت في السابع قيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف فالمدنيون مرة أخرى ابن كنانة ابن الماجي شون مطرف أو مطرف ابن نافع ابن مسلمة ونضرائهم المصريون مش متعصب للمصريين لكن يعني بالترتيب عشان فيهم ابن القاسم الذي صحب الإمام مالك رحمهم الله تعالى عشرين سنة فكان أعرف أصحابه بأقواله ابن القاسم وأشهب وأصبغ وابن وهبة وابن عبد الحكم وده برضو كان ملازم للإمام الشافعي رحمه الله العراقيون القاضيان اسماعيل وعبد الوهاب والقاضي عبد الوهاب يعني بارك الله في جهود فضيلة أستاذنا الدكتور عحمد نرسي في مؤتمره الأول في دار البحوث نسأل الله لها الإحياء مرة أخرى كان المؤتمر الأول عن القاضي عبد الوهاب البغداد المالكي وكان ليه شرف مصاحبة أستاذي في هذا المؤتمر يبقى القاضيان اسماعيل وعبد الوهاب وابن القصار وابن الجلاب وأبو بكر الأبهري ننتقل للمغاربة ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة والنوادر والزيادات كما يأتي اللخمي ابن رشد ابن شعبان الباجي ابن القابسي ابن عبد البر ابن العربي وغيرهم المتأخرون والمتقدمون وعدنا أن نتحدث عنهم فده مصطلح للمالكية يريدون بالمتقدمين من هم قبل ابن أبي زيد القيرواني وبالمتأخرين من جاءوا بعد ابن أبي زيد القيرواني لما ذكرت لحضراتكم مصطلح تردد الذي يذكره الإمام خليل قلنا تردد يريد به تردد المتقدمين في النقل أو تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين أو عدم نص وجده للمتقدمين الفاصل بينهما ابن أبي زيد القيرواني فمن قبله يطلق عليهم المالكية متقدمين ومن بعد ابن أبي زيد يطلقون عليهم متأخرين الشيخ الأمير استخدم مصطلحات فسرها في حاشيته ضوء الشموع على المجموع الشيخ الأمير له المجموع وشرحه شرح المجموع ثم حاشيته ضوء الشموع على المجموع وكان لي شرف يعني في رسالة الماجستير اطروحة الماجستير وسنة 83 بعنوان الشيخ الأمير وآثره في الفقه المالك وشرفت أيضا في وقتها قلت أكرمني الله تعالى بشيوخ المالكية الثلاثة في هذا العصر سنة 83 فضيلة الشيخ صالح موسى شرف رحمه الله فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالجليل سعد القرنشاوي رحمه الله وفضيلة أستاذنا الدكتور أحمد طهريان أمد الله تعالى في عمره فأقول الآن بقي لنا من المالكية شيخ أوحد متفلد في مصر هو شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد طهريان بارك الله في عمره وجهود شيخ الأمير استخدم مصطلحات منها هذه مصطلحات التي فصرها في حاشية ضوء الشموع مصطلح الأخوان ابن الماجيشون ومطرف أو مطرف الأخوان ابن الماجيشون ومطرف أو مطرف ما الإشكال الأمير براء شيخ الأمير صاحب المجموع في الفقه المالكي وادعوا لي بطول العمر أيضا كما أدعو لكم جميعا لأني أحقق في مجموع الأمير وأسأل الله تعالى يعني أني يمد في عمري حتى أنتهي من تحقيقه لأني لا أجد سوى أستاذنا طبعا وهو يعني وقته مشغول من يستطيع أن يحقق المجموع باعتباري ما رصد المجموع والشرح عليه ومع ذلك عدة أو سنوات طوال مصطلح الشيخان طبعا لكل كما قلت في الصدر المطلب الأول لكل فن أهل علم مصطلحاته فالشيخان مثلا عند أهل الحديث البخاري ومسلم وعند الحنفية الإمام وحنيفة وأبو يوسف طبعا عند المالكية ابن أبي زيد القيرواني والقابسي القرينان القرينان أشهب وابن نافع القاضيان إسماعيل وعبد الوهاب البغداد المحمدان محمد بن سحنون ومحمد بن المواز كذلك استخدم الإمام خليل مصطلحات في مختصره يشير بها إلى الأعلام والأئمة شنون لا إله لله وشنون الحمد وصلا أما مصطلحات الإمام خليل فتأتي في المطلب يعني في الجزء الثاني من هذا المطلب والذي نختم به هذا المطلب إن شاء الله سنتمكن إن شاء الله من صلاة العشة في جماعة في المسجد لمن يريد أو هنا لمن أراد هذه المصطلحات استخدمها الشيخ خليل مادة الاختيار قلت لكم هناك أربع مواد سيأتي يشير بمادة الاختيار إلى الإمام اللخمي ويشير بمادة الترجيح إلى ابن يونس وبمادة الظهور إلى ابن رشد الجد وليس الحفيد ومادة القول يشير بها إلى الإمام المازري فإن ذكر المادة بصغة الفعل يعني لو قال رجح أو استظهر أو اختار فذلك الاختيار كل من الأربعة في نفسه يبقى المادة ننسبها لصحبها نعرف من قال ذلك من استظهر ذلك من رجح ذلك وإن ذكرها بصغة الاسم يعني قال المختار أو الاختيار أو الأرجح أو المرجح فذلك الاختيار كل من الأربعة من الخلاف يعني إذا اختار أحدهم من نفسه يبقى استخدم الشيخ خليل اللفظ بصيغة الفعل إذا استخدم اللفظ بصيغة الاسم فمعناها اختار هذا أو رجح هذا أو استظهر هذا من الخلاف كذلك استخدم الأمير في مجموعه وشرحه مصطلحات أو رموزا لإعلام منها ده غير المصطلحات اللي فاتت الأخوان والقرينان والشيخان ألف لام ميم صاد أو الأصل ما أصل كتاب المجموع اللي بنى عليه المجموع مختصر الإمام خليل يبقى يشرير بذلك إلى مختصر الإمام أو إلى الإمام نفسه الإمام خليل حرف الح رمز لماذا لمن للإمام الحطاب في مواهد بالجليل شرح مختصر خليل حرف الراء الشيخ الراء ماصي في حاشيته على شرح التتائي على المختصر فالأئمة أو العلماء دول يذكرون مصطلحات في بداية كتبهم حتى لا يكرر اللفظ دائما يقول لك أنا لما أجيب لك الحق أو الراء تبع أن تعرف المقصود به العين والجيم عج لمن الشيخ علي الأجهوري في شرحه أيضا مسمى مواهب الجليل لكن بقيت العبارة مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل طيب عب أو عبق يبقى الشيخ عبد الباقي الزرقاني في شرحه على المختصر أما الشيخ محمد الزرقاني فله شرحه المشهور على الموطأ وده ابن وده أب الباقي والنون بن للشيخ محمد البناني في حاشيته المسمى الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني شوف شوفوا شوفوا حتى السجع بتاعهم لطيف الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقان الشين والباق شبء للشيخ إبراهيم الشبراخيتي في شرحه على المختصر الخليلي الشبراخيتي من عندنا من الشبراخيتي من البحيرة والشيخ الخرش عندنا من البحيرة فأنا بعتزم من الشيخ البحيرة وبإني الشيخ صعيدي شيخنا الشيخ أحمد طهريان وهو الآن شيخ للكل للبحر وأورص أيضا خش الخاء والشين للشيخ محمد عبدالله الخرشي لو أول من تولى مشيخة الأزر في مصر وهو له شرح أيضا باسمه اسمه شرح الخرشي على مختصر خليل ولو شلنا النقطة بتاعة الخاء هي بقى حش حش مين حاشية الشيخ علي العدو الصعيدي على شرح الخرشي والشيخ الأمير في مجموعه الشهير أشار إليه العلماء والأئمة الذين جاءوا من بعد وانا قلت في مؤتمر قاضي عبدالوهاب عندما ذكرت المختصرات بعد مختصر خليل وآخرها مختصر سيد أحمد الدردير المشهور باسم أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك وهو الذي تقوم سمته مشروع الفقه المالكي بالدليل برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نور سيف يأتون بالشرح الصغير لأنه سهل ميسر واعتمد فيه سيد أبو البركات الدردير على القول المؤتمد والراجح ويأتون بالأدلة لأنه مذهب المالكية يتهم بعدم الأدلة الأدلة موجودة في كثير من كتبهم في المعونة وفي الإشراف وفي غيره فلما استعرض أخونا هذه المختصرات فاته الحديث عن مختصر الأمير أو مجموع الأمير مجموع الأمير لما كتبت فيه رسالة المجستير قلت الثلاثة الشيخ الدردير نمرة واحد الشيخ الأمير نمرة اثنين الشيخ الدردير نمرة الشيخ الدسوكي نمرة ثلاثة يبقى الدردير وفالأمير وفالدسوكي التلاتة تلميذ الشيخ علي العدو الصعيدي أول من أدخل الحواشي في فقه المالكي فقلت لنفسي لماذا يا شيخ أمير تؤلف الدردير تؤلف مجموع الأمير وعندنا الشيخ الدردير أكبر منك سنا يعتبر أستاذك بعد الشيخ العدو الصعيري ويمكنني لماذا أنت تؤلف والشيخ الدردير ألف مختصر هو أقرب المسالك ففوجئت بالبحث طبعا الشيخ الدردير ألف مختصره أقرب المسالك بعد الإمام الدردير بعد الإمام الأمير ب17 سنة هو أكبر سنا لكن ألف المختصر بعد الأمير بالسبعة عشر سنة الأمير ألف مختصره المسمى باسمه مختصر الأمير أو مجموع الأمير سنتين فقط من سنه عشرين سنة لاثنين وعشرين سنة سنتين ألف مجموعه ومختصره المسمى باسمه وفيه إشارة للمذاهب الفقهية الأخرى وفيه تقص للأقوال والاختلافات أو ما إلى ذلك الحصلة في المذهب ولذلك كان الشيخ علي العدو الصعيد شيخ الثلاثة إذا توقف في مسألة قال هاتوا مختصر الأمير ولم يقل هاتوا مختصر الدردير فذا يعني من باب الأهمية الشيخ الدردير من توضعه مع كون أكبر سنة من الشيخ الأمير عندما يأتي بمسألة في شرحه الصغير على أقرب المسالك يقول شيخنا الأمير أو أستاذنا الأمير معني ده ألي توضع العلماء الشيخ الدسوقي في حاشيته المسماه والمشهورة باسمه حاشيت الدسوقي على شرح الكبير للشيخ الدردير على مختصر خليل يعبر عن مجموع الأمير بحرفي أو برمز ميموجيم مج مجموع الأمير الشيخ أحمد الصاوي المالكي وهو تلميز أيضا للأمير يقول وشيخنا في مجموعه الشيخ مصطفى العقباوي الذي أكمل الشرح الصغير للدردير لأن الدردير لم يكمله الشيخ مصطفى العقباوي من منة بني عقبة في مصر أكمل الشرح الصغير الشيخ يوسف الصفتي في حاشية المسماه باسمه يقول برضو يرمز إلى الشيخ الدردير أو يسميه باسمه الشيخ محمد علي بن حسين المكي المالكي في كتابه تهذيب الفروق بهامش الفروق للقراف يذكر الشيخ الأمير هؤلاء الثلاثة أشاروا إلى مجموع الأمير إما بالاسم أو بالرمز آخر شيء حتى لا نطيل مصطلحات الخاصة بالمؤلفات كلمة الكتاب يراد به المدونة لصيرورته عند المالكية علما بالغلبة عليها ككتاب سبويه في النحو وتسمى الأم المدونة وقد حوت ستة وتلاتين ألف مسألة فقية الدووين والأمهات وتطلق على سبعة المدونة هي رواية سحنون عن إمام القاسم عن إمام مالك مختلطة للإمام عبد الرحمن بن القاسم هذه نمرة اثنين وأغلب الظن أنها مخطوطة إلا إذا أبلغني أحد أنها مطبوعة الواضحة لعبد الملك بن حبيب جمعها من رواياتها عن ابن القاسم وأصحابه في الفقه والسنن وانتشرت في الأندلس واعتمد عليها الأندلسيون وشرحها ابن رجد وأخذ منها القراف عند تأليفه كتابه الذخيرة العتبية الشيخ محمد العتبي تلميذ بن حبيب وجمعها من سماء بن القاسم وأشهب وابن نافع عن الإمام مالك وما سمعه من أصبغ وسحنون وغيرهما عن ابن القاسم فحازت قبول العلماء فهجروا الواضحة واعتمروا على العتبية وشرحوها وحشوا عليه المجموعة للشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبدوس وهي من الأمهات إلا أن المؤلف وفته المنية يرحمه الله قبل إكمالها وما كمل منها خمسين كتاب أو خمسين جزء الموازية لأبي عبد الله بن المواز وهي أصح مسائلا وأبسط كلاما وأكثر استعابا لفقه مذهب الإمام مالك ورجحها القابسي على سائر الأمهات والدووين المبسوطة أو المبسوط في مبسوط في الفقه الحنفي ربما في غيره دي للقاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي من أفضل الكتب الفقهية وأحد الدووين المشهورة في المذهب ومنها تعرف طريقة البغدادين في الفقه والتعليف فضلنا المختصر اللي هو مختصر الإمام خليل المسمى باسمه وعليه دارت رحى كتب المذهب وقال عنه الشيخ علي العدو الصعيدي إن الاشتغال به أفضل من الاشتغال بالمدونة الآن النوادر اللي النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة ما قبل الأخير المقدمات يعني هكذا هي أول اسم الكتاب لكن كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام الشرعيات لأبي الوليد بن رشد الجد وله أيضا البيان والتحصيل ويكتفى باسم البيان فكلمة البيان المقصود بها البيان والتحصيل لابن رشد آخر شيء المختصر الفرعي هو جامع الأمهات لابن الحاجب ومن أهم الشروح عليه التوضيح للإمام خليل نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما يقربوني إليه ويشرفنا يوم العرض عليه وأشكر لكم حسن حضوركم واستماعكم وصلى الله على سيرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم